مصلحة النادي الاهلي فوق الجميع زي ما بيتقال وكمان شفنا نمازج سيئة تيجي تقولك يا الاهلي يخسر اهلي يخسر يا راجل خدوا مننا البرنامج خدوا هدومنا خدوا كل حاجة في حياتنا بس الاهلي ما يخسرش ده الاهلاوي الجدع اللي يقول كده لكن فيه اهلاوي يقولك الاهلي يخسر وفي الاخر دول يبقوا محسوبين وفي الاخر دول يبقوا الصوت في العالم وتزعلوا مننا احنا احنا اللي عشنا في الكورة مش احنا اللي انا بقول احنا فمرة تانية وتالتة ولا فيه بقى اللي انتو بتقولوه الحبس اللي بيحصل يقولك البطنية ومن البطنية النهاردة دخلنا بقى على الكلام اللي بيتقال وفيه ناس دخلت النادي وبعد ما دخلوا النادي قطعوا مش عارف ايه اللي قائمة لوانتس محمود طهر وبعد كده قطعوا لكابتل محمود الخطيب وبعد كده يعملوا زي نادية الجندي يقولك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة